ولمناقشة قضية تفشي مرض التهاب السحاية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري مرحبا بك مالا دكتور حياة كلا يا أخي تحية لجميع المشاهدين أهلا وسهلا دكتور وزارة الصحة في كردستان العراق أعلنت عن تسجيل عشرات الإصابات بالتهاب السحاية بين الأطفال كيف تفسر هذا الانتشار للوباء في المحافظات الشمالية بس شغلة بسيطة نتكلم عن السحاية يعني فتنبذة مختصرة عن هذا المرض هو عدوى تصيب الأخشية المغطية للدماغ والنخاع الشوكي بسبب وصول جرثومة هناك أربع أنواع من البكتيري اللي تسبب هذا المرض وهناك مجموعة من الفيروسات اللي تسبب هذا المرض تنتقل هذه في المناطق اللي هي ذات الكثافة السكانية العالية أعراضها يكون صداع، حمى، ألم في الراقبة، رهاب الضوء يعني ما يقدر يشوف الضوء يصل إلى مرحلة تسمم الدم عندما يصير طفح جلدي هذا الطفح الجلدي لما يضغط عليه المريض ما يشوف الطفح ما يختفي هذه الحالات من بداية الحالة أو من بداية حصول العدوى إلى هذه الحالة وبعدها وراها تؤدي إلى الوفاة خلال 24 ساعة تسجيل هذا المرض ما ينحصل في منطقة وحدة يعني هناك مناتق سكانية ذات كثافة عارية تكون أكثر عرضة للانتهاب أو للانتقال هذا المرض الإصابات، شفت التقرير مالتكم في يوم 25 أربعة في حلبشة أو في مدينة السليمانية كان هناك أربعين حالة وهذا التزايد في عدد الإصابات هو مؤشر خطير لانتشار هذا المرض في عام 2022 أول حالات الإصابة في مرض السحاية ظهرت في مدينة الرقة في شمال سوريا انتشر هذا المرض بصورة أفقية إلى شمال العراق وهذا يعزى إلى الكثافة السكانية العالية القدمات الصحية المتهالكة الموجودة في المنطقتين هذا كان سبب في انتشار هذا المرض هل هناك دكتور خشية من انتقاله لمحافظات أخرى طالما أنه كما تفضلت انتشر أفقية قبل فترة قصيرة من الآن؟ هناك بعض مخاوف حقيقية من انتشاره إلى محافظات العراق بجميعها لأنه هناك لأنه نقول لك هذا مرض ينتقل عن طريق الرذاذ يعني الرذاذ التنفسي يعني إذا مثلا عندنا مكان مغلق وهذا المكان بي مثلا واحد مصاب هناك احتمالية أنه يطلع من هذا المكان 50% من عتم ينصابون في هذا المرض فالانتشار ممكن أن يحصل بصورة سريعة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من عندك هل يمكن أن يتسبب المصاب بالعدوى بانتقالها للآخرين دون ظهور أعراض عليه؟ ممكن أن تنتقل إلى الآخرين دون حدوث أي أعراض لكن يوصل إلى مرحلة تبدأ الأعراض واصلة إلى مرحلة متقدمة فيوصل المريض أخي العزيز هاي الأمراض نشوفها هنا في بريطانيا يعني مثلا هذا السحاية نشوفها في بريطانيا لكنه كم عدد الحالات اللي يشوفها مثلا في قسم الطوارئ في المستشفيات اللي أنا يعداون بها يمكن بالشهر نشوف أنها حالة وحدة أو بالشهرين نشوف أنها حالة وحدة لما يكون المريض مثلا يعني ما بين فئات عمرية مختلفة من الأطفال إلى الشباب إلى كبار السن لكنه يصل المرض إلى مستوى العالي عندما يصل عدد البكتيريا المسببة لهذا المرض بدأت تتقسم وتتكاثر داخل الجهاز داخل الدم وسببت حالات التسمم التي هي بتأثيرها تؤدي إلى الوفاة ما سبل الوقاية دكتور ومحاصرة هذا المرض؟ عفوا سؤال سألتكم عن سبل الوقاية من الإصابة به والطرق أو الوسائل لمحاصرته من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية ومن حتى الأهالي السبب في انتشار هذا الماضي هو عدم وجود واعي كامل عند المواطن للحد من انتشاره منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير إلها قالت أنه إحنا نريد نخلي العالم خلال 2030 خالي من هذا المرض من السحاية لأنه يسبب إعاقات ويسبب وفيات كثيرة فحاولوا أن يحاولون أن يحدون من عنده الحد من انتشار هذا المرض هي أربع خطوات الخطوة الأولى اللقاح توفير اللقاحات هذا رقم واحد رقم اثنين اللقاحات ثلاث أنواع رقم اثنين التشخيص السريع للمرض يعني الاعتماد على الحالة نعتبد في التشخيص ويصدع على هذا المرض نعتمد على شغلتين الشغلة الأولى الأعراف اللي يدخل بها المريض والشغلة الثانية هي الفحروصات المخبرية إذا ثبت الشغلتين بأنه معناه هذا المريض هو عنده السحاية سو التحقيق من هذا المرض بشكل بشكل سريع هذا مهم الخطوة الثالثة هو بيان حالات جديدة للإرشاد والمكافحة يعني الظون اللي موجودين الآن في مدينة السليمانية أنا أتوقع مجموعة من الكوادر الصحية أكيد رح تنصاب لأنه ما يعرف وشوف المريض وبعدين بالتالي رح تصير هناك انتقال العدوى من المريض إلى الكوادر الصحية وهذا رح يأثر على بيئة العمل الحالة الأخيرة أو الخطوة الأخيرة هي تقديم الرعاية الصحية والدعم للمتضرر للمريض نفسه المريض يعني يحتاج المضاد الحياة الصحيح يحتاج إلى الرعاية الكاملة حتى نمنع حدوث المضاعفات لهذا المرض نعم كيف تقيمون دكتور الإجراءات التي تتخذها السلطات في العراق لمكافحة هذا المرض جاحت كورونا التي صارت في العامين الماضيين أنهكت جميع المنظمات الصحية أو النظم الصحية في كل دول العالم لكن هناك دول نهضت بشكل سريع بحيث تلاحظ أن هذا المرض لم يوجد لأتهم للأسف نحن نحن بالعراق جاحت كورونا أثرت على النظام الصحي وبالتالي أيضا نظام التوعية التوعية الصحية ما موجود العزوف المواطنين أيضا عن اللقاحات عن أخذ اللقاحات هذا واحد من الأمور التي أربكت المجتمع العراقي في هذه الفترة أنتشار المرض هو بسبب سوء التخطيط الصحي السليم للحد من انتشار المحاصصات الموجودة في وزارة الصحة الحقيقة لم تلتفت إلى هذه الأمور هي الأمور انتشار الأوبئة وبالتالي أحدثت أحدثت إرباك المواطن العراقي الآن ما بين ضغطين الضغط الاجتماعي السيء وما بين الضغط الصحي السيء أيضا فهذه الأمور الحقيقة هي إفرازات لما حصل ما بعد 2003 والانتشار هذا المرض هو مؤشر على عدم وجود ما يسمى بالخطط الصحية اللازمة للحد من انتشار هذه الأمراض بالذات في بلد مثل العراق تحدثتم دكتور عن إمكانية انتقاله للكوادر الطبية وهذا يعني أن حتى البالغين وكبار السن يمكن أن ينتقل إليهم المرض وبالتالي انتشاره قد يكون بشكل أسرع إذا وصل للكوادر الطبية الكوادر الطبية المسؤولة عن العلاجات أو علاجات هذه الحالات نحن عادة ننطيهم مثلا أي مريض لما أنا أشوف مريض أنا شفت مريض قبل تقريبا أسبوعين كان عنده داء السحاية لما أنا شفت هذا المريض لازم أخذ علاج معين للحماية أو يسميه البروفيلاكسيس أنا ما أعتقد في العراق الآن هذا النظام موجود أنه إذا أنت شفت هذا المريض أو شخصت هذا المريض يجب عليك أن تأخذ مضاد حيوي هذا المضاد الحيوي يمنع انتشار المرض إليك هذا أخي ترى يعني رح يأدي إلى أرباك العمل في المؤسسات الصحية زملان الأطباء في العراق الآن في حاجة ماسة إلى ما يسمى طرق وقاية متكاملة ضد هذه الأمراض الانتقالية المفروض في بلد بإمكانيات العراق إذا كانت موجهة بصورة صحيحة يجب أن ينهض أو يجب أن يمنع هذه الإصابات بشكل تام من أول ما حصل يعني بدايتها صار في شهر ثلاثة هذه الحالات انتشارها هذا السريع هذا مؤشر إلى مؤشر خطر وخليه في بالك أنه الجو الحر قادم يعني الصيف قادم رح تصير إصابات أكثر فعليه يجب على الكوادر الصحية أن تتخذ الإجراءات الحيطة والحذر من أجل عدم انتشار هذا المرض من أجل تقديم خدمات طبية متكافئة ومتوازنة لكافة وصلت الفكرة أخصايا طب الطوارئ دكتور عرفان يونس الشمري من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر